السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب ازايكم يا بنات عملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة النهاردة الفيديو ده مهم جدا جدا لان في قرار مهم اوي انا اتخذته فارجوكم خلوكم معايا قبل رمضان ما يبدأ واثناء اللي حاصل بسبب فيروس كورونا والحاجات دي لقيت كنت انا بتكلم مع زوجتي الشيماء ربنا يبارك فيها ويكرمها رب قلت لي احمد خلي كورس الفريلانس مجاني ودي تبقى حاجة كده يعني لله والناس فاشد الحاجة ليه دلوقتي بسبب الظروف اللي كلنا بنمر بيها وبسبب ان في ناس كتير ممكن تكون فقدت شغلها وفي ناس كتير نفسها هتلاقي فرصة ان هي تكسب ربح من طريقة عن طريق الانترنت او تشتغل من البيت وكده يعني فانا كان ردي عليها ان بلاقي شيماء صعب جدا وانا ممكن ان انا قدم لهم خصمه كده يعني انا جوابت عليها الاجابة دي لان انا في ناس منكم تعرف ان انا عندي شركة تشطيبات اسمها شطبني واناس تا يعني تعرف ان انا عندي شغل ديكور في امريكا وكمان شغل ترجمة الشغل ده كل وقف بسبب فيروس كورونا وكده يعني فكان لو كورس الفريلانس كان جزء من الدخل ابلكده فبقى فبقى هو المصدر الدخلي الاساسي دلوقتي بس لما فكرت في الظروف اللي الواحد بيمر بيها قلت طب ده انا وده لانا فيه يعني فما بالك بالناس التانية فبدأت اعمل فيديوهات على اليوتيوب عن مقدمة عن شغل الفريلانس بشكل عام يعني بحيث ان الناس اوكي يعني اللي حابب ان هو يستثمر في فلوسه وياخد الكورس ويستفيد بيه ويبدأ ان هو يكسب اوكي تمام يعني ممكن ان انا اقدم له خاصم فبقى بدل 500 جنيه يبقى مثلا 350 او 150 او ايان كان يعني ويبدأ ان هو يشتغل واللي ما عندوش المقدرة يبدأ ان هو يبحث بنفسه عن طريق الانترنت ويشوف ويوصل للي هو عايزه لكن من ساعة ما بدأت شهر رمضان وانا فيه حاجة جوايا مخلي يعني فيه حاجة عملت يعني فيه نداء كده داخلي كده اللي هو يا احمد الناس والظروف صعبة وحاول بقدر الامكان انك انت تفيد الناس بيه حاجة لحد ما من حوالي ساعتين ثلاثة اتفرقت على البرنامج بتاع قلبي اطمئن ولقيت ان وشفت اول الحلقة التانية وهو بتاع كفالة اليتيم وكده وكان بيتكلم عن ان هو يعني في البرنامج هيكفل عشر تلاف يتيم انا اتأثرت جدا في الحلقة دي ولقيتني بقوله اشمع ان انا اشمع ان انا ما قدمش للناس حاجة يعني تعينهم على مصائد الدهر تعينهم على الظروف اللي احنا فيها دي مصو يا شباب انا هعمل الحاجة دي وانا بدعم الربنا ان الحاجة دي تكون خالصة لوجه الله تعالى انا بيدني الله تعالى الكورس بتاع الفريلانس والكورس بتاع صناعات الفيديو اللي من خلالهم انت تقدر تختار مجال وتبدأ انك انت تشتغل على الانترنت وتبدأ انك انت تكسب رزق حلال لك دول هيبقوا مجاني من هنا ورايح ويعني انا بتأسف ليكم وبتأسف لزوجتي ان القرار ده جه متأخر شوية لكن انا حبيت ان انا اشرح لكم بس الوضع في البداية الظروف مش صعب علينا الوحدي وصعب عليكم انتو كمان وفي ناس كتير ممكن تكون فقدت وظيفتها او في ناس اللي الظروف الاقتصادية مش مساعدها خالص او في ناس مش قادرة تكفي نفسها فبدل ما الواحد يعني ايه يعني انا جات الحلقة بتاعت قلب اطمأن دي يعني اللي هي الصعقة بالنسبة للهو انت لازم تعمل حاجة للناس دي فقلت طيب اوكي الواحد مسلا بدل ما لا يععد مسلا يلم تبرعات او حاجة زي كده الواحد يقتضي بالحكمة اللي بتقول لا تعطيني السمكة ولكن علمني كيف اصطاد ان الواحد يعلم الناس حاجة تفيدهم اه ناس كتير اعرف اعرف ناس كتير هنود وباكستانيين اه بيوتهم بيوتهم كلها دخ بيوتهم كلها قائمة على شغل الفريلانس وشغل الانترنت فدي فرصة ديكم ان انتوا تبدأوا انه كنتوا تشتغلوا في الموضوع ده والمرة دي مفيش مسابقة هتتعمل المرة دي الكورسات هتنزل على يوتيوب حابب تعمل لايك ماشي حابب تعرف اصحابك بالقناة ويتابعوها وتساعد معايا يعني في الموضوع ده اوكي ماشي يعني بارك الله فيك وربنا يكرمك يا رب حابب انك انت مثلا تكتب على الفيسبوك والله كمية كورس بتاعك كان بخمسمية جيني وقرر ان هو ايدي للناس مجاني ورضو دي حاجة يعني فوق دماغي من فوق يعني ربنا يكرمكم يا رب انا بعمل الحاجة دي وانا بدعي من قلبي ان ربنا يجعلها خالصة اللي يواجهي تعالى في الشهر الكريم المبارك ده وفي الكورس ده حابب ان انا اعرفكم ايه اللي احنا هنشرحه احنا هنشرح في الكورس ده انك انت هتاخد خبرة ان عندي خبرة فوق الثلاث سنين في مجال الفريلانس وكده يعني فانت هتاخد الخبرة دي كلها هاعرفكم من الصفر خالص من اول التسجيل في كل مواقع الفريلانس وطبعا قبلها هكون معرفكم على مواقع الفريلانس كلها اللي انت تسجل فيها واللي من خلالها تقدر انك انت تبني لنفسك سمعة وتبيع خدماتك وكده برضو ازاي انك انت تعمل بروفايل احترافي على الويب سايتس دي وكمان هاعرفك باهم مجالات الفريلانس وتختار المجال اللي يناسبك ولا مش بس كده ان شاء الله باذن الله همدكم بكورس مجاني في كل مجال وكمان هاعرفك ازاي بجد تختار المجال اللي يناسبك برضو في تريكس معينة كده ازاي انك انت تكسب عملاء جدد دي هنعرفكم عليها والمواضلة بتاعت ناس كتير ان هو ازاي تستلم فلوسك عن طريق بايبال او فوفون كاش او وسترين يونيون او غيره برضو ازاي تتوسع في مجال الفريلانس ومش هسكت لحد كده انا مهتم جدا جدا بالعمل عبر الانترنت ودي حاجة انا شغوف بيها من زمان جدا ففي وسائل ربح كتير في منها اللي انا جربتها وفي منها اللي ما جربتهاش معروضة على الانترنت وموجودة الوسائل دي برضو احنا هنشرحها يعني كل شوية هتلقوني ايه بعرض عليكم فكرة ربح معينة سواء كانت بقى ايه عن طريق حرفة معينة ليك او عن طريق بيزنس معين بدون ما تدفع فيه فلوس تعمله فالحاجات دي كلها ان شاء الله بإذن الله هنعرضها عليكم بحيث ان انتوا تستفيدوا بيها ويمكن الحاجة الوحيدة اللي انا بطلبها منكم ان انتوا تدعو لي وتدعو لكل الناس اللي هي بتساعد في نشر العلم ان ان ادعو لي بصلاح النية ودعو لي بان ربنا يتقبل العمل ده صالح لوكهي تعالى ودعو لي ودعو لكل الناس بالرزق الوفير وبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة كمان بس قبل ما نقفل باذن الله تعالى احنا مستمرين في تقديم كورس الترجمة وكورس اللغة الانجليزية ومعاهم انضم ليهم مؤخرا كورس الفريلانس وبرضو كورس صناعة الفيديو كلهم هيبوا مجانا على قناة اليوتيوب هنا قناة اي كاميا و باذن الله برضو مستمرين ان كل الفيديو هاته تنزل الساعة تمانية بتوقيت القاهرة بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته